السلام الرحمن الرحيم استناداً إلى قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بإذن الله اليوم الساعة الثامنة مساءً تبدأ إجراءات فرض حضر التجوال وهنا لابد أن نؤكد من خلال المؤشرات التي ظهرت أن هناك انتشاراً واسعاً للأيام الثلاثة الأخيرة بالإصابة بسلالة فيروس كوفيد-19 والسلالة الجديدة ولا سيما بعد أن سجلت وزارة الصحة أن أكثر من خمسين بالبئة من الإصابات التي تؤشر في مؤسساتنا الصحية هي بالسلالة الجديدة وأيضاً أشرنا أن هناك إصابات شديدة بالنسبة إلى الأطفال والشباب وهذا ما ينظر بالخطر الكبير ولا سيما بعد زيادة أعداد الحالات الحرجة والشديدة وكذلك زيادة نسبة الدخول إلى المستشفيات وهذا مما يسبب ويشكل خطراً كبيراً وضغطاً كبيراً على المؤسسات الصحية نتيجة لتزايد أعداد المصابين بالحالات الحرجة لذلك وانسجاماً مع تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية نهيب بكافة المواطنين للالتزام بتطبيق فقرات حظر التجوال والالتزام بالتعليمات الصحية من حيث ارتداء الكمام التباعد الجسدي الابتعاد عن التجمعات التنفيذ كل القرارات من خلال تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية وكذلك مساعدة الأجهزة الأمنية والفرق الصحية التي تقوم بتطبيق هذه الإجراءات أن عملية الالتزام بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية هي السبيل الوحيد لغرض الحد من انتشار هذا الفيروس وتقليل شدة الإصابة وتقليل الأعراض الجانبية نهيب بالمواطنين الكرام التعاون مع أجهزتنا الأمنية والفرق الصحية وكذلك الابتعاد عن التنقل ما بين المناطق وستكون هناك إجراءات قوية من قبل قوة الأجهزة الأمنية والفرق الصحية بتطبيق فقرات اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية بفرض الغرامات سواء بالنسبة للأشخاص الذين لا يلتزمون بارتداء الكمام أو الذين يدعون إلى التجمعات ندعو اليوم كل الجهات المعنية من رجال الدين شيوخ العشائر رب العائلة عوائننا الكريمة لالتزام بهذه التعليمات لغرض الحفاظ على سلامة الأمن الصحي وسلامة المواطن العراقي وسلامة أطفالنا وشبابنا من الإصابة بهذا الفيروس شكرا جزيلا